هل ضربة الشمس حالة خطيرة؟ الإجابة أنا قلتها في بداية كلامي وقلت أن الإجابة هي ضربة الشمس حالة خطيرة جدا في حال عدم إسعاف المريض خطيرة للدرجة اللي ممكن تسبب لا قدر الله تلف في المخ أو باقي الأعضاء الحيوية في الجسم أو أنها توصل للحد اللي تكون فيه مهددة لحياة الشخص المصاب طيب يبقى أكيد دلوقتي لازم نعرف إيه أعراض ضربة الشمس ونعمل إيه لو حد حوالينا أصيب بيها نبدأ بالأعراض واللي بتكون في هيئة ارتفاع في درجة حرارة الجسم لأربعين درجة فأكثر بيكون كمان فيه تغيرات في حالة الوعي أو السلوك بتاخد صورة إيه بقى؟ التشوش أو الهياج العصبي أو تداخل الكلام الجلد كمان بيكون سخن وبيظهر عليه إما الجفاف أو العرق الشديد ده غير إن لون الجلد بيكون أحمر في الحالة دي ممكن كمان يظهر الغثيان والقيء الترجيع يعني كمان بيكون فيه سرعة في ضربات القلب سرعة في معدل التنفس صداع شديد نوبات تشنجية وإغماء وقد يصل الأمر إلى حد الغيبوبة الكاملة لا قدر الله طيب نتعامل إزاي بقى مع الحالة الخطيرة دي؟ أولا لازم نكون مقتنعين إنها حالة مرضية طارئة وخطيرة شفتوا بقى؟ يعني مجرد اقتناعنا هيخلينا لما تحصل حالة زي كده حوالينا خلاص؟ أو نشتبه حتى فيها إن احنا نتجه فورا إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى الحالة دي بتعالك في قسم الطوارئ في المستشفيات طيب لغاية ما ننقل المريض إلى أقرب مستشفى ممكن نعمل إيه؟ ده إحنا لازم نعمل حاجات معينة أولا لازم إبعاد المصاب عن المكان الحار فورا ونحاول نبرد جسمه بأي وسيلة متاحة زي إيه؟ زي إن إحنا نضعه في بنيه مية بردة أو نضعه تحت الدش دش مية بردة أو حتى نرش جسمه بخرطوم مية ممكن كمان نمسح جسم المصاب بسفنجة مبلولة بالمية البردة ممكن نرش رزاز مية بردة على المصاب اللي هي البخاخة دي ويكون فيه مروحة مثلا متوجهة عليه فالرزاز دي يغطي جسمه بشكل كبير ممكن كمان وضع أكياس من التلج أو فوط بردة على رقبة المصاب وتحت الإباطين خلاص وبين الفخدين الحكاية دي على فكرة بتخفض الحرارة جدا ممكن كمان تغطيط المصاب بملايات مغمورة في مية بردة يعني نجيب ملاية ملاية يعني حاجة خفيفة ونحطها في مية كده خلاص ويدوبك عصرة خفيفة كده بس ونحطها زي ما هي كده على جسم المصاب طبعا وبعد ما نخليه يخلع أو نخلع له ملابسه وإذا كان المصاب واعي بشكل كامل واعي تماما ممكن يشرب مية ساعة المية الساعة بتخفض حرارة الجسم يعني بتكون وسائل من وسائل المساعدة الفعالة جدا لكن ممنوع أنه يشرب أي حاجة تانية فيها كفايين تحديدا يعني ممنوع يشرب مياه غازية مثلا أو يشرب قهوة مسلجة أي حاجة فيها كفايين خطر يبقى إجمالا لازم نتعامل مع أيام الأجازات دي يا جماعة بوعي أكبر تمام نحن في أجازة نحن بنتبسط مش في أجازة عشان نتضر مش لازم نروح نحية الإكستريم أو الحد الأقصى مش لازم نكون متطرفين قوي في أن إحنا عايزين نجيب آخر الانبساط وآخر الاستمتاع بالمية وبالحر وبالأجازة لازم كمان نقلل نشاطنا في الأيام الحرة والمقصود هنا النشاط بشكل عام مش النشاط البدني بس أو الرياضي فقط